لن ينضم إلينا هنا في الستوديو محسن أبو رمضان الكاتب والبحث السياسي سيد محسن أهلا بك على شاشة الغد سيد محسن يعني حماس تدرس الآن مقترح الذي تمخض والمقترح الذي تمخض عن مباحثات واجتماعات باريس وهنية بعد أيام قليلة هنا في القاهرة وذلك لبحث هذا المقترح مؤكدا طبعا أنه لا صفقة إلا بوقف شامل لإطلاق النار بل وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من غزة على الجانب الآخر نتنياهو يرفض إنهاء العملية العسكرية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يعني هو الموقف حساس من جهة هناك يعني حوالي مئات ألف ما بين شهيد وجريح هناك تدمير للبنية التحتية تدمير للمنظومة الصحية والمستشفيات أوضاع لا توفر الحد الأدنى لسبل المعيشة الإنسانية الآدمية البسيطة للمواطنين الفلسطينيين نزوح قصري لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف إنسان من غزة والشمال والوسطى إلى منطقة رفاح وهي شريط حدود يديق على الحدود مع جمهورية مصر العربية وبالتالي نحن نتحدث عن مأساة حقيقية يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالمقابل هناك تجارب بما يتعلق بالهدنة التي استمرت لمدة سبعة أيام وتمت الإفراج عن سميت هدنة إنسانية عن ما يسمى بالمدنيين مقابل الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين أو بعض منهم لكن بعد ذلك زادت وتيرة العدوان الحربي والعسكري الوحشي على قطاع غزة بقبل جيش الاحتلال وأكد نتنياهو وقلانت وهما سقور الحرب والمجلس الحربي في دولة الاحتلال بعناهم سيستمر لتحقيق الأهداف التي حددوها في الأيام الأولى وهي القضاء على المقاوم أو على حركة حماس وجعل قطاع غزة مكان غير مهدد لأمن دولة الاحتلال والإفراج عن الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية أي من هذه الأهداف لم يحقق لأكثر من 115 يوم هناك مجازر مستمرة تقوم بها يعني كل يوم هناك بالمعدل 150 شهيد ولكن لم تحقق دولة الاحتلال هذه الأهداف وبالتالي أصبحت هناك في مأزق هناك تفاعلات في مجلس الحرب الإسرائيلي أيزن كوت أكثر من برة صرح وهو عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي وذو تاريخ عسكري بأن هذه الأهداف مستاصعة للتحقيق وصعبة التحقيق وأيضاً جانس وأيزن كوت يميدوا للمقترح الأمريكي بما يتعلق باليوم التالي وعدم البقاء في غزة حتى غالنت يعني يتفق معهم في هذه الجزئية ولكن يتفق غالنت معنا تنياهو بالاستمرار بتحقيق الأهداف لأنه يريد أن يراكم تاريخ دموي بحق الشعب الفلسطيني يؤهله لأن يصبح رئيساً للوزراء في دولة الاحتلال كما هو موصوف ولكن أيضاً هناك بعد الإقليمي بمعنى أن الصراع أخذ مدايات أكثر من الحالة الفلسطينية في قطاع غزة هناك أيضاً مناوشات تزداد وثيرتها بالضفة الغربية في الشمال عن طريق حزب الله والتصعيد أيضاً فعاليات وفصائل حزب الله في العراق الحوثيين في اليمن وهناك ضرب للمواقع العسكرية الأمريكية بالصورة شبه يومية كانت تتويجها على الموقع العسكر على الحدود الأردنية السورية وهذا أقلق الإدارة الأمريكية من مغبة توسيع دائرة الصراع الإقليمية وبالتالي أصبح هناك مصلحة للولايات المتحدة بإغلاق الملف الفلسطيني أو تبريده على الأقل عن طريق صفق التبادل الأسرى ولكن موقف حماس حتى هذه اللحظة هي منفتحة كما قال السيد إسماعين هانية على كل المبادرات والمقترحات ولكن في ذهنها وفي ذهن الشعب الفلسطيني بصورة عامة تجربة السبعة أيام الهدنة وفي ذهنها في ذات الوقت ضرورة أن يتوج هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإلا ملبو برر لأربعين أو خمسة واربعين يوم من صفقة شاملة لتبادل الأسرى ويتم إعادة الكرة مرة أخرى بعدوان أكثر وحشية كما جرى بعد هدنة السبعة أيام اسمح لي سيد محسن سوف نتحدث عن باقي تصريحات الفصائل الفلسطينية حول ما يدور من مباحثات حول عقد الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي ولكن حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا تعرض المصالح الأمريكية للخطر وإلى هجمات بشكل شبه يومي ألا يدفع ذلك الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل في تغيير وجهة نظرها فيما يجري الآن في قطاع غزة؟ أعتقد ذلك أصبح هناك مصلحة أمريكية مباشرة لإطفاء جذوة التوتر المتصاعد في قطاع غزة لأن أصبحت قطاع غزة في حالة عدوان مستمر أدى إلى تداعيات على المستوى العسكري بما يقلق المصالح الأمريكية بالمنطقة الولايات المتحدة اعتقدت منذ البدايات الأولى بأن لها مصلحة مباشرة بأن تكون جزء عضوي من دعم دولة الاحتلال في هجومها العسكري البربري على قطاع غزة لأنها استعادت التواجد العسكري بصورة كثيفة جدا في المنطقة وجميع يذكر حاملة الطائرات والأصول فرد وغيره من المواقع التي تحركت الولايات المتحدة بكثافة ولكن عندما جرت ردود أفعال لا تستطيع الآن الولايات المتحدة السيطرة عليها وتطويقها بصورة كاملة وبالتالي أصبح لها مصلحة في معالجة الملف في قطاع غزة ولو جزئيا ولو تبريده لذلك نسمع هناك تصريحات من الإدارة الأمريكية منذ البداية وتتكرر بأنها على سبيل المثال تبحث اليوم التالي تؤكد على فكرة الدولتين صحيح أنها شريك ولكن هذه المسألة وهذه المقترحات التي تقدمها والأفكار سواء من بلينكين أو غيره من أقطاب الإدارة الأمريكية ترمي بالدرجة الأساسية لمحاولة إطفاء جذوة التوتر ومحاولة تطويق حالة الصراع حتى لا ينفلت إقليميا وحتى تحقق الأهداف التي حددها بلينكين وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي في قمة دافوس عندما تحدث عن أولويات لدى الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تبدأ بالتطبيع وأمن دولة إسرائيل والجانب الثالث إقامة الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين وبالتالي هناك ترابط بين المعادلات صحيح أننا نسمع جعجعة بدون طحين وبدون نتائج وأن الولايات المتحدة شريك استراتيجي وتقف بالمرصاد عبر الفيتو وتدعم حربيا وعسكريا وماليا وسياسيا ودبلوماسيا وتحمي إسرائيل في المحافل الدولية من الملاحقات ومن المحاكم وغيرها ولكن هي لها مصلحة بالدرجة الأساسية بالسيطرة على المنطقة وعدم السماح للنفوذ الصيني والروسي والإيراني بين مزدوجين ضمن تحالف مصلحي بين هذه الأطراف الثلاثة عنوانه التصدي للنفوذ الأمريكي في المنطقية لا تريد أن تفلت عملية سيطرتها على المنطقة لذلك تحاول أن تربط عملية الهدنة بأفق سياسي يقود إلى حل الدولتين ويقود إلى التطبيع الذي أعاقته المقاومة في جهدها الكفاح والنضالي وصمود الشعب الفلسطيني بحيث تؤكد العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية بأن التطبيع مشروط بحل عادل القضية الفلسطينية ينهي الاحتلال ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة لذلك أرى بأن الولايات المتحدة ستدفع باتجاه الضغط على نتنياهو للقبول بهدنة ولكن الموقف حساس لدى المقاومة وأيضا ليس سهلا بالنسبة لنتنياهو لأن هناك تهديدات من قبل بن كفير وسموتريتش بتفكيك التحالف الحكومي والإتلاف الحكومي الذي يعتبر مريحا لنتنياهو 64 عضو في الكنيسة وحكومة راسخة غير مهتزة حتى هذه اللحظة ولكنه لا يستطيع أن يبقى طول الوقت هو أسيرا لليمين الفاشي الذي يقوده بن كفير وسموتريتش ولكن هذا لا يعني أنه هناك شرخ في داخل هذه الحكومة حول ما يجري في قطاع غزة سيد محسن هناك تباينات ولكن هناك اتفاق بالمعنى العرين يعني هناك في إطار الحكومة الإسرائيلية لا يوجد خلافات ولكن في مجلس الحرب حيث يوجد جانس وآيزين كوت هناك يعني اختلافات في الآراء بما يتعلق باليوم التالي بما يتعلق بإدارة السراع بما يتعلق في تكتيكات العسكرية والأمنية وربما يتقاطعوا مع غلانت في هذا المجال فالجانس وآيزين كوت وغلانت يريدوا أن لا يستمر وجود الجيش الإسرائيلي لفترة زمنية طويلة يريدوا أن تكون هناك فرصة للسلطة الفلسطينية أن تعود إلى قطاع غزة ولكن ضمن شروط أن تكون متجددة بمعنى إصلاحات إدارية وقضائية وبنيوية كما تريدها الإدارة الأمريكية وأيضاً يريدوا أن يكون هناك حكماً مدنياً خارج إطار حماس كبنية عسكرية ولكن لا يوجد شرط أمريكي وربما من بعض الأوساط الإسرائيلية بوجود الطبعة السياسية لدى حركة حماس في ائتلاف محدد لإدارة شؤون قطاع غزة هذه الخلافات في يعني لم أعرض سياسياً حول وجود حماس في هذا الإتلاف أنا أعتقد أن الهدف المركزي لحكومة الاحتلال وحكومة اليمين حكومة نتنياهو بنكفير سموتريتش هو استهداف الجناح المسلح الجناح العسكري لحركة حماس ولكن بما يتعلق بالطبعة السياسية أو بالنسخة السياسية لحركة حماس حغصة مع اقتراب الحركة على وفق الناطقين القياديين باسمها من فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وسمعنا قبل يومين السيد طاهر النونو وأيضاً السيد أسامة حمداني يتحدثوا عن أن هناك إجماع وطني فلسطيني عن حق تقرير المصير وإنهاء الاستيطان وأن القدس عاصمة وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أو حل السبع وستين بمعنى أيضاً هذا الحل تم توافق عليه في وثيقة الأسرة في الألفين وستة بين فتح وحماس في كافة الفصائل برعاية مشكورة من جمهورية مصر العربية وأيضاً في تعديل ميثاق حماس في الألفين وسبعة عشر عندما أقروا بأن هذا الحل متوافق عليه وطنياً وفلسطينياً وبالتالي الاستهداف هو للبنية العسكرية التي تعتقد حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية أن هي تشكل ذراع متقدم لإيران التي تشكل خصماً وعدواً واضحاً في هذه اللحظة بما يتعلق في المصالح الأمريكية والإسرائيلية لأن الولايات المتحدة تريد أن تسيد إسرائيل في المشهد الإقليمي وتريد أن يكون هناك دوراً لإسرائيل إقليمياً خاصة أنها تنزاح نسبياً من منطقة الشرق الأوسط تدريجياً لأن هدفها المركزي مواجهة الصين في جنوب شرق آسيا بما يتعلق في تايوان وأيضاً مواجهة روسيا في أوكرانيا وإعادة السيطرة على المنظومة الكونية بما يتعلق في المنطقة العربية هم يسعوا باتجاه ترتيبها على اعتبار إسرائيل تصبح جزءاً عضوياً من المكون الإقليمي ومنخرط بها ولكن هم يبيعوا كلاماً وأوهاماً للشعب الفلسطيني بحل الدولتين علماً بأنهم يشجعوا الاستيطان أو لا يعارضوا الاستيطان يدعم إسرائيل الإدارة الأمريكية بايدن اللحظات الأولى الأيام الأولى من بدء العدوان أعلن عن 14 مليار دعماً لإسرائيل أيضاً الإدارة الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة لإسرائيل بدون مسادقة الكونجرس تحت مبرر أن هذا ينسجم مع المصالح الأمنية الحيوية للولايات المتحدة وبالتالي نحن نشهد أن إسرائيل قاعدة متقدمة وجزء عضوي من المصالح الأمريكية في المنطقة ولكن هم يريدوا في نفس الوقت أن تكون هذه المسألة في إطار مضبوط وإطار منظم وإطار مهيكل يعيد دمج إسرائيل بالخريطة الإقليمية ويعطي أفقاً يراهن عليه الفلسطينيين وباتجاه إقامة الدولة الفلسطينية ولكن هذا يفترض من الفلسطينيين الانتباه بأن هذا الوهم ممكن مواجهته من خلال التمسك بقرارات الشرعية الدولية التمسك بمخرجات محكمة العدل الدولية بلاهاي التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف نتحدث بتفاصيل هذه النقطة بما يعيق أو يعرقل من المساعي الأمريكية التي تريد أن تشوه بنية الدولة الفلسطينية التي كما ذكر بايدن في حديثه مع نتنياهو بأنه من الممكن يا نتنياهو أن توافق على الدولة ولكن مع استمرار الاستيطان مع استمرار سيطرة إسرائيل على القدس مع بقاء الكتل الاستيطانية وبالتالي مع بقاء الحواجز وبالتالي ما قيمة هذه الدولة هي ستصبح كاريكاتور عملياً في إطار السيطرة الأمنية الإسرائيلية وهذا مرفوض وطنياً وفلسطينياً وفلسطينياً نعم طيب الفلسطينية حول المباحثات وما تمخض عنه الاجتماعات التي انعقدت في باريس الجهاد الإسلامي وعلى لسان أمينها العام الذي تحدث حول ضرورة وجود الضمانات لإيقاف إطلاق النار بشكل شامل وكامل في قطاع غزة برأيكم ما هي هذه الضمانات؟ يعني أنا أعتقد بأن سيد النخالة يستند إلى التجربة الفلسطينية ذاتها أثناء العدوان ويستند إلى تجربة الهدنة السبعة أيام التي بعدها قام دولة الاحتلال بشن هجوم أكثر دموية وأكثر وحشية وأكثر همجية على الشعب الفلسطين في قطاع غزة وبالتالي هناك واضح أن مخطط نتنياو ومخطط الولايات المتحدة هو فخ منصوب للمقاومة الفلسطينية لأنه لا يوجد الورقة القوية الآن في يد المقاومة هي ورقة الأسرة ورقة الرهائن الإسرائيليين إذا فقدوها لا يوجد أي قوة ستفرمل وتعرقل وتعيق من اندفاع الدبابات الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية لمزيد من البطش تنفيذا لعملية الإبادة الجماعية التي شخصتها محكمة العدد الدولية وأدانت دولة الاحتلال مباشرة فيها وطالبتها باتخاذ تدابير خلال شهر لوقفها علما بأنها قامت بالعكس تماما واقتحمت مستشفيات واستبرت اليوم 114 شهيد وبالأمس 140 شهيد ونحن نتحدث عن مسلسل مستمر في هذا السياق أعتقد أن النخالة لا يريد تكرار ما حدث في الهدنة ويريد ضمانات دولية وضمانات من الوسطى باتجاه وقف العدوان من يستطيع إعطاء هذه الضمانات؟ هذا سؤال مهم القوة الوحيدة التي تستطيع أن تفرض وتملي على دولة الاحتلال هي الولايات المتحدة وكما ذكرنا بأن أنا أعتقد بأن أصبحت في هذه اللحظة الولايات المتحدة لها مصلحة بتخفيف وتيرة التوتر في قطاع غزة لأن ذلك أصبح يؤثر على المصالح الحيوية والأمنية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة كما تريد الولايات المتحدة إعادة هيكلة وترتيب المنطقة بما يساهم في دمج إسرائيل في المكون الإقليمي على هذه القاعدة أعتقد التحليل يشير بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على نتنياهو وإلا ستدفع باتجاه أن يكون هناك صوت أقوى للمعارضة وبمعنى جانس ولابيد باتجاه تفكيك الحكومة والدعوة إلى حكومة نتنياهو والدعوة إلى انتخابات مبكرة مع وجود حلول شخصية لنتنياهو لأنه متهم بملفات فساد وأيضا سيكون باليوم التالي لوقف العدوان متهم بإخفاق 7 أكتوبر ما حدث يوم 7 أكتوبر لأنه هو رئيس الوزراء ويتحمل المسئولية عن كل الملابسات والتفاعلات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية والسياسية لدولة الاحتلال بس صفته أعلى شخص في هرم سلطة دولة الاحتلال لذلك من الممكن أن يكون المخرج أن تدفع الولايات المتحدة بذلك وبالتالي ينفرط عقد الحكومة لأن ابن كفير يهدد بذلك لابد أعلن زعيم المعارضة بأنه سيوفر شبكة حماية هذا سيؤدي إلى تفكيك الحكومة حكومة نتنياهو نتنياهو سيدفع دولة الاحتلال باتجاه بسكرة الدولتين حتى لو كانت هذه الدولة كاريكاتورية أو مشوهة ولكنه يستطيع أن يتفاعل ويخاطب الرأي العام بصورة مختلفة عن نتنياهو الذي يقطع مع المقترحات الأمريكية والغربية ويحاول أن يتماهى بالكامل مع اليمين الفاشي بقيادة ابن كفير واسموت ريتش